السلام عليكم. الفيديو ده خاص بطلبة كلية الهندسة الفرقة الاعدادية جمعة الزأزيل. اعرفك فيه ازاي تفتح الفيديوهات الخاصة بمادة البرمجة. طبعا انا معي هنا شرح السكاشن الخاصة بمادة البرمجة كلها سواء نظري او عملي فتعالوا نشوف بس الوضع ايه. اول حاجة انت هتلاقي الرابط ده تحت الفيديو. هتفتح الرابط هيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي. هتنزل تحت هتلاقي كورس البرمجة موجود هنا. فيه عندك طرقتين للتسجيل. ان انت تعمل يعني تسجل في كل الكورسات اللي موجودة هنا. او ان انت تفتح الكورس ده وتسجل منه على طول. عامة خلينا نبدأ من هنا كده هنا هتكتب شوية بيانات. كلكم طبعا عارفين ده كطلبة يعني اكتب اي حاجة مثلا احمد تمام? الاميل ادرس ممكن تكتب اي حاجة برضو احمد علي اتياهو دوت كوم. يعني انت لو معكش ايميل برضو ممكن تكتب اي ايميل هنا. طبعا اغلب الطلبة معها ايميلات يعني. بس لو انت ما معكش مش مشكلة. اكتب اي ايميل لانك انت كده كده مش هتحتاجه غير لتسجيل الدخول بس. تمام? وبعدين نكتب بقى الباسورد اي حاجة. تمام? نكتب كده من واحد لتسعة. تمام? وبعدين نقول له انا لست روبت. احيانا بيظهر لك شوية صور كده تختار منهم. واحيانا بيقول لك اوكي على طول. تمام? هنا اعمل لمشكلة. هنعمل كمان مرة. احيانا المتصفح. يعني دي كده مشكلة متصفح. تمام? فانا هقول له اوكي واعمل بس كده للصفحة. غالبا المفروض دي ما تحصلش معاك يعني. تمام? كتبت البيانات. اكتب الباسورد تاني. اختار انا لست روبت. وبعدين هيقول لك هنا اعلملي على المداخن مسلا. والله اشوف ايه المداخن ادي ديت مدخنة. ودي مدخنة. فين تاني? مش شايف. او دي واحدة كمان هو. اقول له تحقق. تمام? قال لي كده اوكي. اقول له ايه? اي اجري. وبعدين تقول له صين اب. وتعمل سيف للباسورد بتاعك. طبعا الكلام ده بتعمل اول مرة بس. بعد كده على طول بقى بتخش على الكورس على طول. طيب انت كده عملت تسجيل دخول تقدر بقى تخش على الكورس ده او على الكورس ده. خلينا مثلا نخش على الكورس بتاعك انتو بتاع الفيلة الاعدادية. هتخش عليه. هتقول له الكورس قدامك هوت وده المحتويات بتاعته. تمام? كل اللي انت هتعملو انت هتقول له ان انرول ان كورس. انرول يعني خش سجل في الكورس يعني. تمام? طبعا انت دي اول مرة زي ما قلت لحضراتكو. بعد كده انت مش تحتاج تعمل انرول تاني. هتخش على الكورس مباشرة يعني. continue. تمام. زي ما انت شايفين كده الكورس فتح قدامنا. هتلاقي طبعا الكورس متقسم زي ما انت قدامك في الصفحة الرئاسية زي ما انت شايف قدامك كده. اول حاجة الجزء ده هيبقى فيه اعلانات هامة للطلبة بصورة دائمة. يعني كل اصبوع ان شاء الله هنزلوك اعلان. ايه اللي المطلوب تذكروه. اه مثلا نجاوب على التعليقات اللي انتو بتكتبوها تحت الفيديوهات وهكذا. فدايما تكون متابعي للجزء ده اسبوع باسبوع. هنا هتلاقي شرح للفصل الاول. لو انت ضغط عليه مثلا كده. طبعا هتلاحظ ان القائمة دلوقتي اتنقلت في النحية دي. تمام? هتلاقي ان القائمة اتنقلت في النحية دي. ودلوقتي هتدي يظهر لك الايه? الفيديوهات بتاعة الفصل الاول. طبعا الموقع بيحمل بطيء شوية. بس ان شاء الله هتلاقي معك على الموبايل او على الكمبيوتر شغل كويس. تمام? تقدر بوقت تضغط هنا على الفيديو وتشغل الفيديو. طبعا هو فيديو ييتيوب عادي. يعني هي نفس الفيديوهات اللي موجودة على يتيوب. تمام? طيب. لو انت خلصت الفصل الاول تقدر تقول له complete and continue. فيوديك على الدرس اللي بعده. تمام? لو انت عايز تفجي على الدرس اللي قبله. بتضغط هنا previous lecture. تمام? فانا هضغط هنا complete and continue. وبصوا على الله يحصل هنا. هتلاقي النسبة دي هتتغرط وبقت كام 9%. ليه? لان ده معناه ان انت خلصت 9% من الكورس. يعني مجرد ان انت خلصت درس واحد. ده كده يعتبر 9%. طبعا الكلام مش موزون قوي موضوع للنسبة المقوية يعني بس دي كا اندكيشن ليك يعني ان انت تشوف ايه اللي انت ذاكرته ايه اللي ليس ما ذاكرتوش. مسلا ادي درس تاني هو تفتح الفيديو وتشوف شرح الانظمة العددية وايه الانظمة اللي موجودة عندك في الفصل التاني. خلصتها تقول له ايه complete and continue. انا اسيب الفيديو ويشتغل علشان بس تشوف الفيديو واشغال. مفروض يعني انه هو يكون اسرع من كده شوية بس ممكن يكون انا عندي النت بطيء شوية. وبعدين طبعا هنضغط على اه او complete and continue. طبعا الفيديو فتحه معانا وتقدر ايه تختارك جودة عشان يبقى الجودة كويسة وتشتغل تمام. هنا هتلاقي بقى ايه مش فيديو واحد هتلاقي هنا مجموعة فيديوهات متقسمين يعني هنا شرح التحويل من عشر للسنائي. تحت شوية كده هتلاقي شرح التحويل من عشر للسوماني وسوداسي عشر. تحت شوية هتلاقي وهكذا يعني الدرس متقسم لمجموعة فيديوهات زي ما انت شايف كده تمام. وهكذا كل ما تخلص حاجة تلاقي النسبة لما هي بتاعتك بتزيد وهكذا تمام. يعني الفصل التاني كل الدروس بتاعت الفصل التاني زي ما انت شايف كده. الاسئلة بالحل بتاعها او الشرح مع الحل بتاعها. خلصت مثلا الفصل التاني تبتيت تخش مثلا على الفصل التالي. قواعد جابر بول ومسائل عليها هتلاقي الفيديوهات الخاصة بقواعد جابر بول والمسائل عليها هتلاقي ترتابي هنا تمام طبعا بإمكانك ان انت تيجي تحت هنا وتكتب اي تعليق يعني مثلا كده نكتب كده السلام عليكم مثلا علشان ايه اعرف بس ايه مشكلتكو في الجزئيات ديت او كده اذا كنا نرد عليها ونسأل الدكتور فيها ونجاوبلكو فيعني زي كده هتبصت لدينا ايه التعليقات دي وصلت لنا فاحنا بنعرف نرد عليها تمام كده عرفنا الايه القايمة والكلام ده طيب انت ممكن تيجي هنا تضغط هنا كده تمام فيرجعك للصفحة الرئاسية زي ما انت شايف كده يبقى انت لما بتضغط على اي درس القايمة بتيجي هنا الكورس ديت يا جماعة ما تضغط عليها بيجيب لك القايمة اللي قدامك دي تمام يور انستركتور اللي هو اللي شرح المادة اللي هو يعني انا يعني تمام وبكده ايه عرفتك ازاي ايه تقدر تخوش على الكورس بتاع مادة البرمجة للفرقة الاعدادية طب انا لو عملت كده فتحت الدرس من تاني او صفحة من تاني هتلاقي ظهر لك ده طب ليه الكورس التاني ما ظهر لكش علشان انت ما عملتش انرول عليه طبعا ده كده لو انت فتحت الكورس بقى بعد اول مرة اول مرة للتسجيل تاني مرة هتلاقي الكورس ظهر لك بالشكل ده وانت خلصت 18% تضعت عليه هيفتح لك على طول الدروس مرة على طول مباشرة طب كده انا خلصت الفيديو ده بس حابب اقول لحضرتك يا ريت يعني تلتزم معنا هنا واتبع الاعلانات اللي بتنزل علشان تبع عارف ايه اللي انت خدته في المنهج او ايه المقرر عليك وايه اللي انت هتمتحن فيه وهيبقى نظام الامتحان ايه كل الكلام ديات ان شاء الله هنقولها لكم واي تعليقات هتجيلنا من دكتور المادة دكتور اسامة طلعت او دكتورة سناء فهنزل لكم التعليقات ديات هنا علشان تبقوا متابعين معنا اول باول اشتركوا في القناة